السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أصدقائي وصديقاتي في فيديو جديد فيديو اليوم خاص بالنص الوظيفي الأول من الوحدة الرابعة وحدة الفلاحة والصناعة والتجارة من مرجع واحدة الكلمات العربية للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي تحت عنوان من البني إلى القهوة إذن سنجيب عن فقرة أتهيأ للقراءة ولاحظوا وأتوقع قبل قراءة النص والإجابة عن الأسئلة المرفقة لهذا النص إذن لاحظوا معي بالنسبة لأتهيأ للقراءة أذكر ما أعرفه عن شرابي القهوة إذن القهوة من المشروبات المشهورة جدا كمشروب لذيذ يقبل عليه الجميع من كل أنحاء العالم ألاحظوا وأتوقع أقرأ العنوان والجملة الأخيرة في النص ثم أتوقع الموضوع الذي سيتحدث عنه الكاتب إذن لنقرأ الجملة الأخيرة في النص لاحظوا معي الجملة الأخيرة في النص أما معالجة البني ليصبح جاهزا لتحضير شراب القهوة فتلك قصة أخرى إذن لاحظوا معي العنوان من البني إلى القهوة إذن انطلاقا أو من خلال قراءة العنوان والجملة الأخيرة من النص أتوقع أن يتحدث النص عن القهوة وعن قصتها من مرحلة الشجرة البني إلى مرحلة إعداد القهوة نمر الآن إلى قراءة النص تابعوا مع النص من البني إلى القهوة تزرع شجيرات البني على مرتفعات من الأرض تتراوح بين خمسمائة متر وألفي متر عن سطح الأرض وطول المرتفع الواحد منها بين خمسة أمطار وعشرة وأحسن البني هو الذي يأتي من الشجر الذي زرع على ارتفاع يتراوح بين ألف متر وألفي متر والذي تكون فيه النكهة مستطابة تستنبت شجرة البني من البذور مباشرة أو من غرس فرع من فروع الشجرة في الطربة وبعد نحو أربعة أشهر تتكون لهذا الفرع جذور تحتاج إلى جو دافئ لتصبح نباتا جيدا وورقة شجرة البني شديدة الخضرة لامع سطحها بيضاوي شكلها طولها بين عشرة سنتمترات وخمسة عشر وعرضها نحو نصف ذلك وأما زهرتها فتتفتح بيضاء رائعة الجمال وبعد أيام قليلة تصبح حمراء كحبات النبق إلا أنها أقل لحمة منها وهي القشرة الخارجية لثمارة البني تحتاج هذه القشرة أو تحت عفوا تحت هذه القشرة مادة صفراء تحيط بحبة البني وعند إزالتها عن الحبة يكون لون هذه الأخيرة أخضر ضاربا إلى الزرقة وتحتاج شجرة البني للتقليم كل حين لأن من عادتها الاتساع والانتلاء تبدأ شجرة البن بالإثمار في السنة الثالثة من عمرها وتظل تنتج البن لسنوات طويلة قد تبلغ خمسين سنة أو ستين ولكنها في الأغلب تنتج بوفرة كافية مدة تتراوح بين خمس وعشرين وثلاثين سنة وتنتج الشجرة الواحدة في المتوسط أو في المتوسط حوالي كيلوغرام واحد من حب البن الأخضر وتزداد هذه الكمية عند بلوغ الشجرة العشرين إلى الأربعين سنة من عمرها لن نمر إلى الفقر الأخير أما عن جني الثمار وقطفها فإن بعد البلاد تترك الثمر على الشجار حتى ينضج ثم ينكمش ويجف وعند إد يهزه الزراع ليسقط على بسط مفروشة على الأرض ولكن أجود البن يقطف باليد قطفا عندما يبلغ درجة كافية من النج ولا يقطف إلا الثمر الناضج وبذلك تتعدد القطفات أما معالجة البن ليصبح جاهزا لتحضير شراب القهوة فتلك قصة أخرى إذن نمر الآن إلى أسئلة الفهم أحدد معاني الكلمات بحسب سياق النص إذن النكهة المستطابة لحامة للتقليم ضاربا إذن بالنسبة لمعاني هذه الكلمات حسب النص إذن النكهة هي المذاق المستطابة يعني الطيبة طيبة المذاق لذيذة لحامة يعني التصاقا يعني التصاقا للتقليم يعني للتشذيب نقول يقلم الأشجار أو يشذب الأشجار ضاربا يعني مائلا ضاربا إلى الزرقة يعني مائلا إلى الزرقة إذن نمر الآن إلى السؤال الثاني أختار الصفة المناسبة وأعلي الاختيار إذن نقول البن إذن البن المزروع أو البن الأخضر أو البن اللذيذ إذن نقول البن الأخضر إذن الصفة المناسبة لكلمة البن حسب النص إذن البن الأخضر إذن بما أنه يعني شديد الخضرة أو رقو شديدة الخضرة القهوة اللذيذة القهوة الواسعة القهوة الساخنة إذن يمكن أن نختار القهوة اللذيذة أو القهوة الساخنة سنختار القهوة اللذيذة قهوة لذيذة المذاق يمكن كذلك أن نختار القهوة الساخنة عندما يتم تحضير القهوة أو شراب القهوة فتصبح ساخنة نمر الآن إلى السؤال الثالث باعتماد على قراءة فقرات النص أستخرج المعلومات الآتية المكان الذي تزرع فيه شجيرات البن حسب النص مرتفعات من الأرض وبالضبط ارتفاع تراوح بين 1000 و2000 متر هذه هي الأمكنة التي يمكن أن تزرع فيها شجرات البن صفات ورقة شجرة البن شديدة الخضرة لامع سطحها بيضاوي شكلها ما يميز إثمار شجرة البن قشرة خارجية حمراء بالنسبة لثمرة البن مادة صفراء تحيط بحبة البن الثمرة تحيط بها مادة صفراء لون الحبة أخضر ضارب إلى الزرقة هذه مميزات ثمرة البن بالنسبة لإثمار الشجرة إذا قمنا بالرجوع إلى النص إذن تبدأ شجرة البن بالإثمار في السنة الثالثة من عمرها يعني الإثمار يبدأ في السنة الثالثة من عمر شجرة البن وتظل تنتج البن لسنوات طويلة قد تبلغ 50 سنة أو 60 سنة إذن تصبح بذلك الشجرة معمرة وتنتج بوفرة كافية إذن الإثمار يكون بوفرة كافية يعني بكمية كبيرة بين 25 و30 سنة عندما تبلغ الشجرة ما بين 25 و30 سنة إذن هنا يكون يعني الحد الأقصى للإثمار يعني يكون بكميات وفيرة وكافية والشجرة الواحدة إذن الشجرة الواحدة اللحظوا معي فهي تنتج حوالي كيلوغرام واحد من حب البن الأخضر إذن وتزداد هذه الكيمية عند بلوغ الشجرة العشرين إلى الأربعين سنة من عمرها إذن نمر الآن إلى السؤال الرابع لماذا يظل أجود البن ذلك الذي يقطف باليد إذن لاحظوا معي الجواب إذن يظل أجود البن الذي يقطف باليد لأنه لا يقطف إذن إلا وليس إلا إذن إلا البن لا يقطف إلا البن الذي وصل إلى درجة كافية من النج ويقطف بعناية يعني أنه يعني لا يفقد مكوناته الأساسي عندما يسقطوا على الأرض إلا أن يعني يد القاطف فهي لا تختار إلا التي نضجت بشكل كافي السؤال خامس أستخرج من النص بعض الكلمات التي تشكل عائلة كلمة الزراعة إذن الكلمات التي تشكل عائلة كلمة الزراعة لدينا الشجيرات البذور ثمارة زهرة التقليم جني قطفها سادسا أستدل من النص على ما يأتي شجرة البن تعمر طويلا القهوة هي مشروب البن إذن من النص العبارة أو الجمل التي تدل على أن شجرة البن تعمر طويلا جاء في النص قد تبلغ خمسين سنتين أو ستين بالنسبة للجملة التي تدل على أن القهوة هي مشروب البن معالجة البن ليصبح جاهزا لتحضير شراب القهوة من النص الآن أركب وأقوم سؤال أول أسوغ فقرات النص في عنوان مناسبة إذن بالنسبة للنص فهو يتكون من أربع فقرات إذن عنوانت هذه الفقرات على الشكل التالي الفقرة الأولى مكان زراعة البن الفقرة الثانية أوصاف شجرة البن الفقرة الثالثة إنتاج البن الفقرة الرابعة قطف وجني ثمار البن السؤال الثاني أبدي رأيه في ترتيب فقرات النص إذن ترتيب فقرات النص ترتيب صحيح يراعي التدرج في حياة شجرة البن من مرحلة الغرس إلى مرحلة جني الثمار إذن فهذا الترتيب فهو يتم بشكل زماني بحيث يعني يبدأ من زراعة الشجرة إلى حيث يعني نموها جني الثمار وقطفها ومعالجة البن أخيرا أتحقق من صحة التوقع الذي وضعته قبل القراءة بالفعل النص يتحدث عن قصة القهوة إذن من البن عندما تكون شجرة حبوب البن إلى حين تصبح شرابا إذن يتناوله الناس أو يشربه الناس إذن شراب القهوة إذن صح التوقعي بخصوص موضوع النص إلى هنا أصدقائي صديقاتي ينتهي هذا الفيديو موعدنا يتجدد دائما على نفس القناة كونوا في الموعد إلى اللقاء اشتركوا في القناة